مش حقوق مانش بالهنق! اللي يعاكس الطاف ادمحه! بصوني هنا! بصوني هنا! الله 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 الله! ايدي! هي تايبة ولا تايبة? ايه! بتعمل ايه عدك انت وهو! زي ما انت شايف بنعلق لكم اليافتر! ايه! حاق! 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 حاق حاق! 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 حاق لا شيء يا عبدو! الله الله ليكسفك يا عبدو! يخصر التعلام فيه! بقى مش عارف تقرأ كلمة حارة! يا شيخي عبد الحقي انت بتعلم حمار! عبدو ده حمار! كل اللي يعرفه شيء! وحاق! قولها يا عبدو والنبي تاني قولها تاني ايه بتتمقلت علي يا دكتور عب عزيز بدل ما تنزل تشوف ايلي بيحصل بنفسك الحارة؟ الحارة ايه؟ اهو ده اللي كان ناقص هو انا وش حواري انا مري بس يا ميمي وانا اللي كنت سمتها ده الحكومة والدائرة ولا غلط؟ والنبي والنبي النبي نبي ما انا قاعدة هنا ابدا ده انا بيت ببا الملك فاحسان هشارع في المنصورة جاي تقولي حواري ايه ده بس ايه ده بس انا لازم اشوف لي حل حل ايه يا اخويا اللي انت حتلاقيه اللي هيلاقي الحل اللي منع الدائرة انها هتديلك البيت لما خليفت هو مفيش غيره عم شكري بيه بقى انا عديلة هانم سليلة البشوات تحكم عليها الدائرة والحكومة اسكن فحارة انينا استني لما الفاندي بتاعك يجي يمكن يعفل صرف معاهم او برضو مستوظف في الدائرة ممكن يعرف يعمل حاجة مين ده اللي يعمل حاجة؟ داود ده مغفل على رأي شكري بيه عيب عديلة حبيبتي ما يساحش كده ده برضو مهما كان داود افندي جوزك وتكراسك ده دي يا نينا يعني افندينا يا خي ده فلاح انا هعرفة بس ايه اللي خبطني في الناجي وخلاني يتجوزوا بس انا مش هسكت على موضوع حارة دي ايه اللي حارة؟ حا 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 فتحة حا 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 ضمحة حا حا تسراحة حا اني كنت بشكلها بتشكل ايه فضحتنا الله يفضحك ودي عبدو ما سميش وادة سعب اللطيف اني اسمي عبدو بس بعد ايه ما كانش العشمس الدكتور طعت اتمقلت علي وصي الناس وادحك علي الشيخ عبد الحي في دي عندك حق يا وادة عبد المرة جايب اخذك علي جنب واتنقلت عليك في السر لوش مش هكفو ايدنك وقولك حا اتمقلت اتمقلت والله لما يجي العبد خليفة اللي هو ابوكو لكون شكيكو ده ما تشتكين احسن للبتة قلطاف بس برضو حكاية حرق دي دمات ايه القوي تفرق في ايه شارع من حرق يا سيشاوي اما ده شعب صحيح اقرع ونوزن ما تقولش كده عالشعب المصري ستعمل لي وطن يا ولا يعني فرض ان حد جاي زورك وانت عايز تديه العنوان هي بقى شيء يدوع للحرج انك تقوله ساكن في الحرق وفرض سميناها شارع ولا حتى ميدان الشيقة دي تبقى قصر يعني ما اللي بيزورونا كلهم ساكنين في حواري عشان ساكني القصور هم الانجليز والاتراك والاتناب من المصريين انت واضي عبلاطيف كل حاجة هتقللي بيهالي سراع طبك ايه لا اخر بيت مدرسة الحقانية اللي خربتلك مخك دي عبلاطيف ما احق اه زعيم الخدوية السنوية ناطق اهو طب انت لما كنت فيها كنت زعيم زي واكتر ولا نسيت بس لما كبرت وعقلت وفهمت اكتشفت ان كل ده ما منوش فايدة ما تقولش كده مكرا تعرفوا كلامي كنت فيها عبد فيكتر معك وصوص المهاردة عندي شكر بيه عشان موضوع الحاري ها 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 وطلبك اتا بالخط سعيدة 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 اتفضل يا دكتور اتفضل يا دكتور ربنا يحميه لشبابه هو وإخواته دكتور الشاي يا دكتور شاي يعدل الدماغ ويخليك بصحصح بصحية ما تسكت بقى يا زفت انت طيارتي الكلام النفوخي يا اخي اتناهي لحط الشاعة التربيزة هو على ايه دا كله يا ساتر يا عبدالعزيز صوتك عالي مالك اهو كل ساعة والتانية هزأنك ايدي كل دا عشان بخدمه طب علي يا من خدمة يا رب تعالي يا عبدو بقى هتخش بقى ولا تهور علي الدماغ يا عبدالعزيز يا عبدالعزيز السادة بالله في ايه خشوا جوا يا عبدالعزيز اني غلطاء اني غلطاء من ساسي الراسي كملها الفلاحة والخضرة الله يسامحك ابا العمدا لو او ابوكو يا ساتر بلع راديو الولي عبدو دا العيش هدن يلا عشان نصلي عبدو يا عبدو يا سنتك السوخة يا عبدو افرش القياس خليها نصلي العيش يا جماعة مش هادر اقول لا على الصلاة ربنا يسخطني يسخطك ايه اكتر من انت مسخوت صحف الله العزيز مش هرد عشان الصلاة يلا عبدالعزيز خش عشان تقمنا يلا عبدالعزيز ولا لسه تفض اه لا صلوا انتوا ايه عندك عزر ولا ايه ايه صلوا انتوا عشان متعطروش علم القياس ولا سيبه دا العيش هاستحب فيه التأخير يا عبدالعطيف ممكن نستناك ما تصلوا خلاص يا شاوي هو انت اللي هتحسبني ولا ربنا يلا ايم الصلاة يا شاوي الله أكبر الله أكبر اسيد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على فلاحة تلقى للصلاة تلقى للصلاة الله أكبر الله أكبر يا شكرا بساء الخير يا أنيسة السامير بساء النور يا دكتور يا طارش شكري بيه موجود ايه موجود تفضل ثانيا واحدة أشوفولك صاحي ولا نايم لا لا نايم خليه شوية خليه ارتاح وأنا ممكن أساعدك في الزينة الجميلة دي يا خبر معقولة متشكرة قوي يا دكتور متشكرة على ايه؟ هو انت فاكرا ان شكري بيه دا والدك لوحدك ولا ايه؟ دا والد انا كمان والاحتفال بيواجب علينا كلنا الوقت عبده قال ان هو رجع لوزارة قال الحمد لله الحمد لله وانت انس ساميرا بقى متقضي وقتك ازاي؟ يعني زي ما انت شايف البيت هنا شغله كتير ده غير مشاكل بابا والدرية عارف يا ساميرا لو كنت غيرت تعليمك ودخلت الجامعة حياتك هتبقى احسن كتير ممكن لازلة؟ اهو نصيبي بقى طيب اتغيري نصيبك يا ساميرا اهو نصيب بيتغير يا دكتور؟ طبعا بيتغير ليه ما ترجعيش تدرسي من الاول وجديد؟ ياها لانا نسيت كل حاجة خالص الخسارة يا ساميرا مانيك زكية وحرام تبضلي محبوسة في البيت كده ممكن لازل كمان؟ مانا كده كده مصيري للبيت زوجك حلوة في الزينة على فكرة شكرا اهو 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 انا هموتني جوية ساميرا اهو 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 شعاد خانم اهو اهو لا 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 يا سيد دكتور الا الاموات دي من المؤمنات العارفات اهو طب ايه جريفتها هتلاقي روحك جاية تتشكرلك اهو اهو زك يا عبدو الحمدلله ع السلامة يا عبدو زك يا دكتور زك يا عبدو ده كلام برضو وبعد تجي من غير ما حد يستنك على المحطة تستنوني قد يستنوني قال خش يا عبدو اتلف منه الحاجة يا عبدو حضر يا بالعمدو ويالزوم ده كله حاج بالخير اللي بعدت الأسبوع اللي فات لسه موجود عشان تتقوتوا وتعرفوا تذكروا كما نابو يا العمدة بيعمل حساب الجرام بروح لك غدا شاوي قولي انت عامل ايه في المذاكرة الحمدلله يا حاج ايو اتكونوا بتدلعوه يا دكتور ولا تكون مصر خصريته وصويتك في عناي يا حاج وانتو عاملين ايه في الطب والحوق من حدا تتأمن يا بالحاج مذاكرة ونوم وكل وآخر تمام خروج مفيش متصدى لحاج الغدا زمنا كوة مجوع لا يا سي شاوي قاعدوا انتو كملوا وأكلكو وهناقع خصة وضة عشان ألحق أصلي المغرب في السيدة رضي الله عنها وأرضاها واللي فاض منكم يبقى يجي يصلي معاي كلانا هنيجي معاك حاج إن شاء الله هو أنا بقى مليش شيرز صوف أنا كمان ولا بابا بس اللي يدف أول ما خلص اللي في إيدي ننزل أنا وإنتي نشتري صوف وعملك شيرز والكوفية كمان بسم الله ما شاء الله العوافع ستة درية إزايك يا عب إلا حضرت شكري بيه ما وجود؟ لا هو نين تحب صحيه لك؟ لا لا خليه بس بلغيه أبوي الحاجي خليفة العم دي اللي هو أبوهم وأبو الدكتور عبد العزيز جه من البلد فأني عامل قاعدة كده ياريت حضرت شكري به يشرفني الحمدلله على سلامت وأنا هبقى بلغ بابا اشكر لنا الأليسة سميري على صريته كنافة والله ما فضل منها فاتفوتي بالهنة والشفع عبد الله هو أنت هنا؟ لا هناك يا سي عبد عسل يا ناس عسل شفت السيلة لما طلعت مبؤك بقيت عسل إزاي؟ بالإذن يا ستة درية اتفض نعم يا ستة درية اشتغل اشتغل الشكل كده هتعمل بلوبرات كتير وجبها قفتان كمان فتفضل يا أهلا وسهلا من نوريننا ومكتريبنا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا حاسب يا أهلا نورت نورت الله أم صلى على حضرت النالك أنا السرعة والسلام ده كلام برضو يا عمده بقى بدل ما احنا اللي نعزمك تخجلنا وتقوم بالواجب انت واحنا إيه وانتو إيه ده احنا كلنا واحد ده احنا أهلا تفضل واكثر من الأهل والله يا أمد ولا غلط طبحنا فيها يا شكري به العجوبة الجاية عندك حددوا معادي إمتا؟ خلينا الجمعة يا عمده لا يا شكري به أنا لازم بعد بكرة بالكتير قوي أكون في البلد ها ها انت الحقيقة تقعد يا عمده ولا نشبع منك الأرض ما تتسبش لوين دول والله دول الله ظهري اللي وجعني والحاكيم اللي أنا جاي أزوره ما كنت فت الأرض بدلا أه حاكيم إيه يا عمده؟ أمان الدكتور عبدالعز بالشغل إيه؟ أصلا لسه ما خدتش الضارة في الكلية وصلنا لحد الرجلين بس لما أخذ يا أبا القافي حكمت ولو أنا مقدرش أوصف دوا ولا أطلب أي تحليل غير لما تخرج داود أفندي بعدين اللي عمده جاي يشد ضهره مش يكسره ما تقوم يا شوق التوصح مكتكلوا معانا لما حضرتكوا تخلصوا ونعم التربية يا ابني لا والأكاد هو وست شوق بقى عاملين زعمة في الخدوية زعمة؟ زعمة فيها إن شاء الله داود أفندي يابا يقصد زعمة يعني من الأوائل من الشطار اللي دايما من نظر يمدحه آه لها إن كان كده ففيش مشكل ولو زعمة في السياسة يا عمده إيه اللي حيجرى يعني؟ أم يخلصوا دراستهم يعملوا زعمة زي ما هم عايزين يسلم همك عمضة أودى الكلام والحكم صحيح أسكت أنت يا داود أفندي علي النعمة ما أنت فاهم حاجة الأولاد اللي زي شوقي وسعدي دول أمل الوطن ومستقبله ولو ما دفعوش عن حقوقهم وهم طلبة مش حيدفوا عنها وهم رجالة اللي قولي يا أبا هل برد وفضي ولا أحرار؟ وفضي لآخر نفس فيها وحضرتك يا عمي؟ طبعا وفدي ما حضرتك الزعين في البلد أهو؟ ليه مش عاوش شوقي بزيك؟ لأن أنا اللي بقى أكاله وبشرابه وعاوزوا يلتفت لمستقبله لما يبقى حر نفسه يعمل اللي هو عايزه ولو أني مش مع الكلام دا يا عمضة لكن بطمنك أني أولادك خير الأولاد وأكثرهم أدبا وخلقا دا كل من أصلك يا شكري بيه وأني والله ما اطمنت عليهم إلا لأنهم في معيتك أنت والساد الأفاضل دول أخبار العمضة إيه بابا؟ الحمد لله أنا بأيز الراجل داوي الراجل المحترم لا هي يا قوي ولا يا شوقي مش عايزين نزاق دي الحكاية على بوك كله هيبقى تمام إن شاء الله إزاي ما تصحينيش يا عبد العزيز؟ ملحقناش يا شكري بيه دلهم يضوب خمس دقايق ما كنتي ملعتهم يغدوب العافية يا عبد العزيز لغاية محتر كان هيكل معاهم كلام آخر أولا حصل بقى يا شكري بيه تفتكر ممكن نعمل إيه؟ كل واحد فينا حيروح في التجاه أنا حعرف من أصدقائي بممكن يكون فين؟ وأنت تروح لمحامي يبقى معاه في النيابة بابويا مالو أنا خاف عليها أولا شكري بيه ده سمع كان متشوعية من هنا وكان على طب بساكت معلش سيب لي حكي خليفة علينا خش يا سميرة ما فيش حد غريب إزايك يا أنس يا صبيرة؟ إزايك إنت يا دكتور يا ترى موضوع الأستاذ عبداللاطيف ده حقيقي؟ هو الموضوع لحقيقي يوصل؟ والله الشارع كله عارف من عبدو والله يخرب بيتك يا عبدو موسيقى 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 حاضر حاضر سال خير يا دوري مساء النور يا مين؟ أم الفين أمينة فانتي؟ بعافية شوية يا أختي طيب تفضلي يا حبيبتي تفضلي تفضلي أتي أختي شايفة اللي أنا شايفة؟ إيه اللي أنت شايفة؟ نظرة الحب والغرام اللي ما بينسي الأستاذة بوكي شكري بي والستة سعاد هانم ما خدتش بالي؟ ما أنت ما خدتش بالك عشان قاعدة تبص للدكتور عب عزاس يو بقى يا استعنيسة أنا؟ أم لاني؟ يا بيت تتقلي شوية يا بيت أحسن أبوه لو خد باله هتبقى مصيبة وديه رجل محافظ من الأرياب زي حالتي كيدي والحاجات ديه عندنا عاد طبعا ملقي بس؟ ما هو غصب عني؟ وغصبن عنك ليه بقى؟ ما كل حاجة ماشية تمام وعال إيه؟ والعمدة لما حياكل من حماية الإيديكي حيجي طلبك من سلق السيزة بوكي شكري بقى بجد يسمى من بوكيك ربنا بيقولي أني سألت فضلوا يا جماعة شكرين يا شكري بيت ما أنت نورت نورت الحاجة لا يا خبيب تعبناك يا بيت برنا يا فضلوا يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة بقى ما عليش، أنا أسف لا أراهمك لا أراهمك أحصل شهاية جماعة جماعة على فكرة يا حضرة العمر الأنسة مكلسوم من عندنا من المنصورة أعمى ليه؟ وتعرف بابا بابا يعرفها ولما تجوزت سأمين كانت عايزة تغني في الفرع بس مع مرصها وألف سيف تجيب مونيرة المهدية ما تخلينا نسمع الأنسة مكلسوم يا أختي ميمي؟ طب أقوم أنا بقى عشان العيال وسأمين زي أنيسة أم مكلسوم كانت بتحتفل بيك يا عبداللطيف أم صحليلة علشانك نسة ما شكري بيه بسم الله ما شاء الله نفذك في الأكل نفس ملوكي ساميرا نفسها في الأكل لا يعل عليه هو الأكل بس لكي حقيقة نيسة الحقيقة كاملة من كل حاجة زوء وأدب وشطارة ساب الخيال أخي هاد عبدالطيف أنت تخرصت ولا إيه؟ ما تقول أي حاجة؟ الحاجة اللي شاء للبيت ده وهي عندها 15 سنة بعد المرحومة هي ساميرا لو لها كنا حتسنن وضرية أنا نفسي حد يقول عني كلمة حلوة هاهاهاهاهاهاها أنت تعليق ساميرا في كل حاجة ونوي على إيه بعد التوجهية بقى أنيسة ضرية؟ يعني حكون نوي علاقات هي البت اللي هأغر الجواز والله هي عندك حقاست أنيسة ميو لا لا طبعا جواز إيه بس دلوقتي أنا إن شاء الله نوي يخش المعلمات العليا الله 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 أكلك طيب قوي يا بنتي بالهنة والشفاء يا أمي مطرح ما يسري يمري استنى بقى لما تدوه الحلويات لعملتها سعاد هانم سعاد هانم دي الخير والبركة والله ربنا يخليك يا عمد تفضله الله 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 إيه الزوء والشياكة دي تسلم الأياد يا هانم تسلم يا شكري بيه نصيحة يا بعزيز مش هتلاقف أخلاق وفضايل سميرة بنت شكري بيه عين العقل يا بلعمدي هي أي نعم سخصيتها جمدة عليه لكن ها يعني حدي طلب راعيك يا عبدو ما تخليك في حالك أو برضو دعم الخارج وعنده نظرة ينصر دينك يا بلعمدة قلت إيه يا دكتور أخلص الأول امتحنات يا حاج وأطمن على النجاح وبعدين أفكر في أي حاجة تانية ماشي يا دكتور أما نشوف آخرة أي معاك وانت عب لطيف نعم يا حاج اللي حصل ديه قالي مش هسمح به تاني لا سياسة ولا ديوله انت جاي هنا عشان العلامة فهم؟ حاضر ان شاء الله وتتقل لا وتبعد عن أي نفر لحاول أنه يلعب في مخك نحن عادين هنا جار السيدة زينب وببركتها وببركة قال البيت وببركة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أو عيدك يا حج أن المذاكرة والتحصيل بس هيكونوا شغلينا الشاغل وفي شارع عزيز تكونوا في حالكم طقصوا دي يا حج عال عال ما تلاقيش حاجة ما عندهش أي حاجة دلاطشة برد مش أكتر أنا كتبت لها شوية أدوية أول ما هتخدها تبقى زي الفل ربنا ما حرمناش منك أبدا يا دكتور هوحنا لينا غير الدكتور في شارع عزيز كله أنا برضو يا هنم دا حضرتك اللي عملتها عشان عبداللاطيف أخويا جميل فوق دماغنا كلنا ما تكبرش الموضوع كده ما تكبرش إيه يا هنم دا العمدة بويا ما عندهش كلام غير سعاد هنم سعاد هنم سعاد هنم سعاد هنم دا أنا خايفي روح البلد يغلط وينادي الحجة سعاد هنم لا إحنا مش قد العمدة ولا قد مرات العمدة يا دكتور دا أنت قد العمدة وشيخ الغفر والبلد وقد الدنيا كلها هنم شابة بأ تفضل هو إيه الموضوع يا كمال يبني؟ الموضوع ما فيه إن المسألة تتعلق بواحد مسجون سياسي اسمه عبدالحي ساكن في بيتهم في الدور الأرضي اتقابد عليه من يومين وهو خارج من الاجتماع اللي عقدوا الطلبة في درجة ردة الجهاد لأنه قال كلام خطير جدا ضد الحكومة عشان كده بقى له من متغيب وإيه بقى الكلام الخطير اللي قاله عن الحكومة إنها فاسدة مثلاً ومرتشية وتمالي الإنجليز ما كلنا عارفين الكلام دا وبنقوله ما تقبضوا على مصر كلها بالمرة والله يا شكري بيه أنا عبد المأمور وإيه المطلوب دلوقتي؟ إحنا عرفنا بتحرياتنا النساكن هنا وعايزين نفتش شايته قادي المسألة كلها يا سانسيوخي الشيخ عبدالحي يتحبس ويفتشه شايته بس كده يعني أنتم جيين عشان كده تم تطور من الصبح يا حزاب شفت يا ميمي؟ دلوقينا عشان عبد الحاي الله يقطعه ويقطع أيامه ما لك يا أمينة فاندي ما تقعد كده بعقلك وبمهامك خلينا نعرف إيه الشغل مسألة الخير يا جماعة سهلا مسألة نور يا سعدهان الحقيقي يا سعدهان شوف اللي بيجرى يختك ميمي ما تعيطيش يا ميمي كده مش أهلا شكري بيها يلحل المشكلة ما خلاص خلاص يا ميمي طلعنا براء أعوض يا راجل أنت بلاس كلام خايم لحد ما نفهم الموضوع كويس أحط والله يا جماعة عبد الحاي ده شاب كويس جدا رغم أنه انضرب وتعذب رفض يعترف بإسم واحد من النظامه الاجتماع ولا بإسم اللي دعا إليه حتى عنوان بيته رفض يقول عليه وقال إنه ساكن في بيت الله وربط على كده غيره بقى اعترف حتى من غير ما ينضرب وده جزاتي وحضرة الزبط؟ لكن أنا مش فاهم مطلوب من هنا إيه دلوقتي طالما بتقول إنه مقبوض عليه لازم يفتش بيته كده بتخدم مين؟ كل ده الحساب الإنجليز ليه نسمح لهم يستخدمونا ضد بعض وإنت باين عليك شاب وطني والله يا شكري بيدي أوامر وسعدتك عارف العسكرية أكتر مني عموما إحنا ممكن نفتش ساكنوا بشكل ودي واكتب كلمتين أرفعهم للقسم المخصوص وخلاص هو عبد الحاي ده ميولو إيه؟ ميولو؟ ميولوك يا سعادة خدي ميمي جوا يا سعاد هاني وعملونا شاي حاضر يلا يمي يا عم كمال عبد الحاي ده راجل طيب وبراعي ربنا وفي حاله ميولو إيه بس؟ أنا أقصد ميولو السياسية آراءه مين بيزوره؟ إنت هتشغلين مخبرين على بعضها يا كمال ولا إيه؟ يا جماعة فهموا أنا عايز أضمن التقرير بتاع كلامي الأسازة بتوعه في دار العلوم قالوا إن تلميذ مجتهد ومشهور بميولو الأدبية اكتبع الزابط إنه مشهور ونخباص وبزباص ونجس اخرص يا راجل إنت خوش وقعد مع الحليم جوا وحد يقول كده على جار في محنة ما هو اللي خلار في محنة مش هو اللي جاب لنا البوليس في نصاص الليالي ولا غلط وقولي حضر الزابط ما وردش على شريعنا واحد في طبطة الله وأنت هتعرفوها كتر مني روح شوف الشاي روح يا شيخ قولي على مسؤولية لا المغفل يا مغفل مغفل اللي العمى العمى عمى من العمى من ح Burger من بحذي هنุ من عمى من المعرفة تلو دعون الجم horribly دعون الجميع ازيك يا شكري بي ازيك يا رجاء يا بنتي بنتك تايا شكري بي واحدة في ملجأ ايتم ولا ايه يا شوكار هانم سي بي حتى الكلام الحلو مستكترينه علي هو البي بتاع كلامه بس ولا ايه الله هو انت زايلته ولا ايه يا شكري بي خلاص بقى يا شكري بي ما تقلبهاش درام ايه درام دي؟ انا عرفش في الدرام واحد اللي بيروح السيدة والله يا ايه حاجة تقولها مقبولة منك يا دكتور ميش؟ يا حكاية الدكتور ده سر وباتع ولا ايه؟ مادام رجاء جات يبقى الليلة هتبتدي مم؟ وانا جاهزة يالله مينا؟ تعذر في يا سمبتيك؟ يا سمبتيك خالص يا مهندم اسمح وزرني الليلة يا فندم يا سمبتيك خالص يا مهندم اسمح وزرني الليلة يا فندم يا سمبتيك اهن عليك ازعل وتأثر اظن مي اه 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 تحصر لكني مهالشي اولي كزال وتأثر اظن ما اليشي اشتركوا في القناة 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 الحمد لله مالك، مش عوايدك يا عمي شيء تعمليه؟ البيت خلاص؟ بقى على سنجة عشرة؟ أرجوك يا بابا أنا تعبانة دي حجك فرغة؟ بتاعت منت ما عرفتش أربيها كويس؟ لا يا بابا حضرتك عرفتت ربيني كويس كويس لدراجة الزل والاستعباد إيه اللي بتقولي ده؟ حضرتك سامع اللي أنا بقوله أنا بالنسبة لكم في البيت ده مش أكتر من خدامة أكلس وامسح واخسل المواعين والهدوم أصحي ونيم وحضر الفطار والغدى والعشا ويا ويلي، يا سواد ليلي لو عبرت عن غضب بكلمة أم بقى سفلة وجهلة ومش متربية كل ده؟ دي الحقيقة اللي انتو بتهربوا منها أنا في البيت ده مجرد خدامة وبس كفاية بقى يا سامير لا مش كفاية لازم تعرفوا إن أنا إنسانة وعندي شعور وحسيث وإذا كنت بخدمكم من قلبي فده لأني بحبوكم مش لأني أقلم لأي حد أنا مش أقلم لأي حد كل ده شايلة في قلبك يا ساميرا اخذ عليكي انتي برضو خدامة ده انتي انتي بالنسبالي مش مجرد أخت انتي زي المامو بالزبط اللي يرحمه أنا بتضلع عليكي وعرفة إنك هتتحملي تقومي تصني فيا كده ما تحب ناوي يا ترهية ما تحب ناوي ما تحب ناوي ما تحب ناوي ما يلك بس يا حبيبتي وليلي مالك أو تلاوي ماله ناوي قايتكوز ركو طيب ما تكوزها وما الاثنين لايقينا عربات مع اني اشوك بانه عارف مصلحته كويس يعني ايه يعني يا سميرا عبدالعزيز ده ماستهلش واحدة زيك طيبها وإحنا هينا وعندها استعداد تضحي بحياتها عشان ليه بتحب ليه بتقولي كده طيبها فيه منين عشان تقولي عليك الكلام ده كل ما تتجاب صرته بتزمي فيه عشان انا من الاول خبيت عليك يا سر مكنتش عايز اقولهولك عشان ما اجرحكيش سر ايه عبدالعزيز ده قوله وبين يا سميرا فعزما كان مفاهامك انه احتمال يتجوزك وانتي غرقانة لششتك في غرامه هاب المرفق داوت وحتى ضنهو قال لانه بيحبه مش عايز اقول الباقي بقى لانه لانه بصراحة يكسف موسيقى 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 حيبنا عندي من كل الشتايف سمعيتي؟ انت بتقول إيه حيوان انت تجملين؟ جلا يا إيه عبدالعيب عيب عبدالصغير انت كمان هتعلمني العيب يا عبداللطيف ولا إيه؟ عبداللطيف ما يقصدش احنا كلنا خايفين عليك يا عبدالعزيز خايفين عليا من إيه؟ من الرجاء؟ خايف عليا من الرجاء يا أستاذي بتاع الحقوق والطبقات الكادحة ومينح الأرض؟ حد فيكو يعرف عنها حاجة؟ حد فيكو شاف عليها حاجة؟ ما شفناش في مرة غريب دخل بيتها وما خرجش من شاقتهم مرة ضحكة عالية ولا خليها عمل من اللي بنسمعهم في بيوت شارع عزيز بنسمع الضحكات من بيت مين؟ ولا عديلة هانم أم صاحبك يا زعيم الخدوية؟ ماتمش عارفين حاجة؟ ولا حاسين بحاجة؟ دي واحدة بينها وبين الموت أيام نفتكرها بس لما تغني وترقص عند شويكار هانم وسط الأغنية كأنها قرد بتسليهم ولما تبقى هتموت نرميها في الشارع وحشتنا قعدتك في البيت يا بابا ما دام وحشتك دوائين المحلبية اللي عملتيها النهاردة؟ يا سلام بس كده من عناية الاثنين حبيبي نعم حضرت شكري بيه موجود خش يا عبدو الحن يا شكري بيه الجدعة الضابط اللي جيها قبل كده شاقة ست ميمة وفتش شاقة الشيخ عبد الحي جيه تاني وعايز يفتشها بالعافية الله هو الولد عبد الحي فين؟ مش عارف هو فين أنا أصلي خايف يعني لا يلاقي حاجة كده ولا كده يعني وحنا مالنا يعني احنا مالنا الزائل بها بالوطنية استني يا سميرة اسمع عبد ننزل للظابط كمال الصفطاوي قوله شكري بيه عاوزك فوق فراري يا سميرة استقبل الزابط ده على بال مغير هدومي حاضر يا بابا شكري بيه موجود؟ أيوة أيوة نقوله مين حضرتك؟ هو ابنك كمال الصفطاوي طيب تفضل نتزره في قطر مسافرين تفضل تفضل ثاني واحدة تفضل 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 تشرب إيه حضرتك؟ لا نون مالوش لزوه لا إزاي؟ لو فنجان قهوة أبقى شاكر فاطتك حالة عن إذنك فضل خش يا سميرة الشاب ده مستني حضرتك بره طب عمليله حاجة شربها حاضر يا بابا ده ممارب بارد هزيب نال afar يوقع أين ؟ زي حضرتك 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 الحمد لله تفضل 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 ده احنا زارنا النبي فعلا ده شرف لها ساعدتك ان ادخل بيتك ربنا يخليك خير يا ابني في ايه؟ حضرتك ايدك في النار زي حالتنا وعارف ان اقتراب يوم الجهاد خالة داخلية والحربية على هبة الاستعداد عارف يا ابني بس انا غير عابق ولا مشترك ما هو مش كل الناس وانا منهم عندهم نفس شجاعة حضرتك ده مش صحيح يا ابني ده شجاع ووطني ما تقلش عني وعن غيري وطني الموضوع ما فيه انك معزور اديك قلتها سيادتك وانا تقريبا خدت لابة نظر المرة السابقة لما ما اقتحمتش بيت عبدالحي وسيادتك عارف في مغبرين بيكتبوا عننا تقارير احنا شخصية عارف يا ابني عارف ربنا يكون في العون القوة معايا تحت بس انا قمرته ما يعملوش اي شيء من غير اذني احتراما لكلام حضرتك انك تشوفني وعلى فكرة يا شكر بيه هو نفسه هيتقبض عليه اينما وجده خش يا سميرة اتفضل يا كمال يا ابني اهلا شكر سميرة بنتك كبيرة اهلا وسهلا يعني انت سميرة اهلا بيك ده يا ستة حضرت الظابط كمال الصفطوي معام باحث السيدة شاب وطني ومحترم اهلا وسهلا عن اسمكو اتفضل يا بنتي طب الكمال بيه اشرب قهوتك وانا رجعلك حالا اتفضل بعثي للولد عبدو قولي له يدخل شقة عبد الحي بأي طريقة ولو مساء الخير تعال يا سميرة خشي اهلا بعروستنا بسم الله ما شاء الله ازايك يا بنتي ازاي حضرتك يا طن اتفضل 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 لا يا عزيمي على شكر بيه الاول اتفضل شكرا شكر بيه تسلم لي لك يا بنتي تعال يا سميرة حبيبتي عودي جنبي حاضرينينا يا اهلا وسهلا اهلا بيك يا شكرا بيه اهلا بيك